السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معكم دكتور رحمة البجوري دكتوري العلاج الطبيعي واخصائي التغذية العلاجية من انجلترا. النهاردة كنت حابي اقدم نصائح بسيطة كده للصائقين اللي مسافرين عالطريق ولسانهم طيبين احنا الرمضان ناس كلها صايمة واحتمالات كبيرة جدا تكون مسافر فوقت الصيام فوقت افطار واحتمالات كمان كبيرة تكون اه بتحاول تروح بيتك وفيه مجبيرة جدا في الطريق مرور واقفة فانت غصبا عنك مش قادر توصل البيت فوقت الفطار فهقول لكم بعض النصائح اللي تخليك اه نشيط عندك الطاقة الكافية ان انت توصل وتكمل لحد البيت او توصل اقرب استراحة اه في الطريق لو انت مسافر اولا لو انت طالع مشوار زي كده لازم تكون عامل حسابك في تلات حاجات ان شاء الله اول حاجة الطمر هتاخد من تلاتة الى سبع طمرات معاك وانت مسافر في العربية هتاخد معاك زجاجتين الى تلات زجاجات من الماء علشان عاوزك تشرب مية كويس جدا 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 علشان تروي جسمك وتعالج الجفاف اللي حاصل في جسمك خلال الستاشر ساعة اللي فاته نمرة تلاتة وهي الفواكه عايدك تاخد معاك من ثمرتين الى خمس ثمرات من الفاكهة اه وهنقول لكم فايدة الفواكه دلوقتي في 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 نهاية الفيديو اولا الطمر بيدينا سكريات عالية بسرعة جدا فتديك طاقة عالية جدا فتخليك عندك القابلية ان انت تقدر تكمل ساعة او ساعة ونص او ساعتين من السواء بعد الافطار باذن الله بالاضافة الى شرب الماء لازم تشرب مية كويس جدا 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 بعد ما تاكل الطمر تشرب الزجاجتين او تلاتة مية يعني حاول توصل اكبر كمية من الماء على قد ما تقدر عشان نغذي عقلك ونغذي مخك بالمية زي ما غزيناه بالسكر اللي طالع من الطمر نمرة ثلاثة الفواكه فايدة الفواكه ان السكر بتاعها بيتكسر بهدوء شوية او بسرعة ابطأ شوية من الطمر فالطمر هيديك البيك وهيديك الطاقة العالية جدا في اول نص ساعة الى ساعة هيديك طاقة عالية جدا وبعد كده جسمك هيبدأ يخبط فاحنا لما ناخد الفواكه بعد المية هناخد الفواكه عما يبدأ السكر بتاع الطمر يخلص هيطلع السكر بتاع الفواكه يشتغل معاك ويديك طاقة لمدة ساعتين كمان فيبقى معاك طاقة تكفيك من ساعة الى ثلاث ساعات لحد ما توصل الارة باستراحة وتبدأ تاكل الوجبة الرئيسية وجبة سخنة حلوة كده تفتر او حتى لحد ما تروح البيت وتطلع من زحمة المرور وتوصل لحد البيت وان شاء الله تفتر بسلامة مع اولادك نصيحة مهمة جدا وانت سائل عربية ما تفترش وانت ماشي عايزك تفتر لما توصل او تركن على جنب عايزك تركن على جنب وتفتر ما تفترش وانت سائل علشان سلامتك اثناء القيادة وسلامت الناس اللي معاك في السيارة لو انت سائق من السيارات الاجرى معاك ناس فارجوك ما تعرضش حياتك وحياة الناس اللي معاك للخطر اركن على جنب افتر بهدوء وامشي ويا حبزة لو انت في مكان على الطريق بيعمل قهوة اشرب كوباية قهوة سيطر عليه سيطر عليه سيطر عليه سيطر عليه سيطر عليه طالع مرة افل لا ستوب ستوب ما تعملش اي حاجة ويا حبزة لو فيه في الطريق حد بيعمل قهوة اشرب كوباية قهوة بعد الوجبة الخفيفة اللي احنا قلنا عليها دي صدقني هتحس ان انت عندك طاقة عالية جدا تركيز عالي جدا مش جعان خالص لمدة من ساعتين الى ثلاثة كمان وهتروح بيتك بسلام ان شاء الله وتفتر مع الاهل والاسرة او توصل لقرب استراحة في طريقك في السفر بتاعك ودمتم سالمين باذن الله